أشهرت الهيئة التنبيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مدريات وادي وسحراء حضرموت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدرية رماء وخلال حفل الإشهار طالب الحاضرون أبناء مدرية رماء بالتكاتف ورص الصفوف ونبذ الفرقة والاستعداد للدفاع عن وادي حضرموت للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وللتصدي لكل القوى التأمرية على القضية الجنوبية والمشروع الوطني لأبناء الجنوب